خلينا نرجع تاني بقى للكل اللي هو الجزء المأزق اللي احنا فيه دلوقتي او الجزء الشورت تيرم القصير الأجل اللي هو سعر الصرف الدين تفق صندوق النقد هذا المشهد هل هو مشهد مؤقد ولا مشهد طويل ولا الطريقة اللي بتحلي بيها المشكلة في الأجل القصير لها توابع في الأجل الطويل يعني مثلا ناخد مثال كده السهل ممكن يتفهم من غير المشاكل لنفرض ان انا عندي فجوة تمولية وانا محتاج فلوس وبعدين انا قررت ان انا هبيع بعض الأصول الدولة علشان يبقى اوفر الفلوس اللي انا محتاجها يعني طب انا بعت المرة دي هذه الأصول مرة جايها اعمل ايه يعني الحلول القصيرة الأجل اللي هتفك لي أزمة الآن مش هتساعدني في الأجل الطويل الخالة الجاي من فين هو ده اللي عايز ادور عليه وده اللي عايز اتعامل معاه ان انا ادور على حلول كده فهلوية شوية واني اعملها وتتحسن الأمور دلوقتي لكن ممكن يبعدني مشاكل بعد كده طب انت يمكن تكون عايز اشتغل في القطارين في نفس الوقت عايز تحل الأزمة الحالية لان انت عندك أزمة واني مش مشكلة انا بقول لها دولار وانتحل الأزمة الطويلة الأجل ولكن ده بيأخذ وقت انا معا ده انا معا ان الحلول اللي نتبناها ما تبقاش بس بتحليلي الأزمة قصيرة الأجل وما بتحليش الجذور اللي جابتلي الأزمة دي من الأول فلازم اسأل نفسي هو انا عندي أزمة ليه جزء منها من المؤكد صناعة خارجية يعني جزء منها نتيجة الظروف غير المواتية عالمية إنما في جزء منها محلي خلينا ناخد مثال محدد سياسة نقدية احنا قبل 2016 كنا بنستهد بنقول ان احنا بنستهد في سعر التضخم واحنا الحقيقة كنا بنستهد في سعر الصرف عادنا كابسين على نفس سعر الصرف لمدى زمن طويل جدا وحبسين التضخم ايه اللي حصل أول ما خلينا الجنيه تحرك قصاد الدولار قفز من 9 جنيه لـ 18 جنيه زياد معدل التضخم وبعدين بعد كده ثبتنا بقى سعر الصرف عند 16 ولا حاجة ما سبناهوش يتحرك ايه اللي حصل اضطرينا في وقت لاحق إن احنا نعومه وفواصل 30 اللطيف بقى في المسألة إن احنا اليومين دول سعر الصرف ما بيتحركش عن 30 أنا أخشى إن احنا كده بنعمل بنوعيد تكرار الخطأ وأنا بتصور إن ده مش هيحللنا المشكلة فانعز يقول حل الأزمة الآنية يجب أن يكون عن طريق علاج جذرها